اثنان مليون طفل يمني خارج المدارس بحسب احصائية منظمة الامم المتحدة للطفولة في تقريرها الاخير عن اليمن ارقام تثبت حرمان الميليشيا الانقلابية الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم فبالرغم من تزايد حالة النزوح الى المناطق المحررة والضغوطات التي شكلتها من خلال الازدحام ونقص الكتب الا ان الفروقات تبدو كبيرة بالمقارنة مع مناطق سيطرة الانقلابين بعد استكمال الطلاب في مأرب والمحافظات الاخرى تحت السلطات الشرعية المقررات الدراسية واجراء الامتحانات النهائية برغم الصعوبة التي يعاننا منها طوال العام الدراسي منها نقص الكادر التدريسي نقص الكادر الإداري نقص في الكتب الدراسية لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تعاون مكاتب التربية تم تلافي العجز والحمد لله مرت السنة بسنة اعتبرت الحمد لله سهلة بس انه صف السابع والصف الثامن ظلموهم مع الصف التاسع في صنعاء وغيرها حيث تسيطر جماعة الحوثي والمخلوع عام دراسي اخر مر بالمزيد من المعاناة عمدت خلاله الميليشيا على حوثانة التعليم ابتداء بتغيرات طائفية شملت منهج الصفوف الاولى مرورا باقتحام المدارس ومحاولة فرض صرختهم في الطابور الصباحي وكذا تحويل المدارس الى متارس وتجنيد الطلاب ممكن نقول ان مناطق سيطرة الحوثيين تسعى نحو الجهل بينما في مناطق المحرارات تسعى نحو العلم والبناء فلو لاحظنا ان الصعوبات التي تواجهها التعليم بشكل عام في المناطق المحتلة منحوثيين او مناطق الانقلابين مناطق صعوبات قوي جدا انقطاع رواتب المعلمين كذلك تغيير في المنهج التعليمين جعل المدارس والمباني التعليمية وادارة التربية والتعليم في المديريات والمكاتب الى متارس ومخازن الاسلحة المعاناة التعليمية سهمت الميليشيا في تفاقمها من خلال عدم صرف مرتبات المعلمين لسبعة اشهر والجباية التي مورست على الطلاب تحت ذريعة جمع مرتبات المعلمين وصل الطلاب والطالبات في المناطق المحررة الى الامتحانات النهائية بعد عام مر بالكثير من الصعوبات لكن الطلاب في مناطق سيطرة الحوثيين مروا بواقع اكثر صعوبة في انتهاكات الميليشيا محمود الحميدي الاخبارية مأرب